محافظة إب الجنة الخضراء التي كانت ملاذاً لعشاق الطبيعة والسياحة أصبحت اليوم هدفاً لأطماع ميليشيا الحوثي ورمزاً للمعاناة والقهر تحت وطأة ميليشيا لا ترحم ولا تعرف للرحمة معنا نداءات الصغاثة لو وجهت لصخرة صماء لا استجابت ولانت لكنها وجهت لميليشيا الحوثية التي لا تعرف معنى الرحمة وكلما سمعت صرحات المظلومين تزداد شراسه هكذا يتعامل قادة ميليشيا الحوثي في إب مع من يجدونه عاجزاً عن المقاومة والدفاع عن نفسه وعن أملاكه فيظهرون له مدى وحشيتهم وإجرامهم متجاهلين عدالة الحياة عندما تدور الدائرة عليهم وفي منطقة دبنة نخلان بمديرية السياني جنوب المحافظة يتواصل التوتر بين الأهالي وميليشيا الحوثية بعد أن منحت الميليشيا أحد أتباعها تصريحاً لإقامة كسارة أحجار في وادي نخلان الخصب هذا المشروع لا يهدد فقط صحة السكان ومزارعهم بل يمتد خطره ليشمل البيئة والأجيال القادمة وهو ما دفع الأهالي لإظهار معارضتهم الشديدة وحماية الوادي من المستثمر الحوثي القادم من عمران والذي يصر على تنفيذ مشروعه مستعيناً بقوة الميليشيا لم تتوقف جرائم الحوثي عند هذا الحد بل امتدت لمضايقة الموتى كما حدث في سوق السبت بمفرق حبيش التابع لمديرية المخادر حيث اعتدت عناصر حوثية على المقبرة وشرعت في البناء داخلها بعد نبش القبور وإخراج رفاة الموتى منها في مشهد يفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية ودون مراعاة لحرومات المقابر والموتى كل هذه الانتهاكات تحدث بينما تعج المستشفيات إب بمرضى الكوليرا وسط تجاهل وإهمال من قبل سلطات الميليشيا الحوثية التي لا ترى في إب سوى مسرح للنهب والجبايات وتتجاهل ميليشيا الحوثي تداعيات الكوارث البيئية رغم أن جباياتها على السكان والتجار تزداد كل يوم أكثر من السابق دون أن يلمس أبناء المحافظة أي أثر أو فائدة تعود عليهم من وراء ذلك وكل ما يجده أبناء إب هو انتشار السجون السرية في الدوائر الحكومية حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن الميليشيا أنشأت أكثر من مئة سجن تستخدمها ضمن أدوات القمع والاضطها ضمن أدوات القمع والاضطها ضمن أدوات القمع والاضطها